منذ صدور الأمر الملكي السامي رقم 31 لسنة 2015 بتنظيم وإنشاء الإرشيف الوطني للمملكة عكف مركز عيسى الثقافي على صياغة الأطر القانونية والتنظيمية للمشروع من خلال إعداد النظام الأساسي واللائحة الفنية واعتمادها من قبل مجلس الأمنى تأسيسا لمرحلة بناء القاعدة المرجعية والعلمية الشاملة لتاريخ المملكة المعاصر ومسيرة تطورها وازدهارها وإكمالا لهذا الدورة نظم مركز عيسى الثقافي بالتعاون مع الإرشيف الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة البرنامج التدريبي سياسات وإجراءات إدارة الوثائق والإرشيف لتطوير كفاءات موظفي الحكومة في التعامل مع الوثائق الهامة وتنظيمها بهدف ضبط الوثائق الحكومية والتحكم بها وتسهيل الوصول إليها لخدمة صناع ومتخذي القرارات في الدوائر الحكومية جاء هذا البرنامج التدريبي بتنظيم من مركز عيسى الثقافي وبالتعاون مع الإرشيف الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة جاء لتلبية المتطلبات الأولية لمشروع الإرشيف الوطني لمملكة البحرين الذي يعد مشروعا استراتيجيا متكاملا يهدف لصون ذاكرة الوطن والحفاظ على مكتسباته بما يساهم في مواصلة مسيرة التنمية والإزدهار التي أرسى دعائمها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه الوارشيف الحقيقة هي تصب في التنظيم للأرشيف الوطني الذي طبعا سيكون مكانه في مركز عيسى الثقافي وهذا الأرشيف الحقيقة سيضم كل الوثائق الحكومية أولا الحفاظ عليها ثم الاستفادة منها من خلال التنظيم الآلي والتنظيم الإلكتروني ومن هنا أهمية هذه الوارشة تكمن في ذلك أي أن الوطائق الحكومية ستكون في الحقيقة في مأمن وسوف يكون هناك استفادة أسوأ من هذه الوطائق الدورة التدريبية هذه قسمت على ثلاثة أيام قدمت خلالها ثلاث ورش عمل استعرضت بكل دقة وتفصيل أهم استراتيجيات وسياسات تنظيم الوثائق في الجهات الحكومية والقوانين والمقاييس العالمية وأفضل سبل الممارسات في مجال تصنيف وحفظ الوثائق الورقية والإلكترونية لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه الوثائق أهمية معرفة الموظف الحكومي لهذه الإجراءات والسياسات أنه أولا يمكن مؤسسة الحكومية من الالتزام بالقوانين في هذا المجال ثانيا تحقيق مستويات عليا من الجودة في تنظيم الوثائق الحكومية التي هي في عهدة الموظفين الحكوميين وكذلك تحقيق الاستفادة من الوثائق المنظمة بشكل صحيح وتوحيد المنهجيات في التكفل بالوثائق الورش تطرقت أيضا للإجراءات المطبقة للإطلاع والاستفادة من الوثائق والسجلات المحفوظة ومراعاة خصوصياتها وسريتها بحسب اللائحة الفنية المعتمدة إلى جانب الأدوات والسياسات والمعايير المتبعة لأرشفة وتصنيف الوثائق الإلكترونية وضمانات حفظها على المدى الطويل هو من أهم ما تمت الاستفادة منه لموظفي الحكومة المختصين في مجال التوثيق والأرشفة في الجهات الرسمية استفادت أنه أقدم لنا الأساسيات والمفاهيم اللي حول الأرشف الوطني كيف تكون بداية الفكرة كيف التأسيس الأهداف شنو هي الضوابط الأساسية حق الأرشفة طبعا هنا نحتاجها خصوصا أن لحد الآن متأسس مركز الوثائق التاريخية فمنحتاجها في عملنا كيف نتعامل مع الوثيقة من استلامها من طريقة حفظها من ضوابط إعارتها من فهرساتها وتصنيفها من حتى الأرشفة الإلكترونية لها هي بتحقق ويد خلي نقول إضافة واستفادة حق أصحاب القرار عندنا في الوزارة إذا طلبوا أي معلومة يبقون يحللون أي خلي نقول ريزالت يبقون يوجعون حق أي وثيقة مهمة في أي لحظة ضروري جدا تطبيق السياسات المتابعة على مستوى المنطقة نتبعها في وزاراتنا وفي مؤسساتنا الحكومية لأنها في النهوية بتخدم أصحاب القرار في الوزارة وبتخدم في النهوية أصحاب القرار في الحكومة هذا البرنامج أتى كثمرة من ثمار توقيع مذكرة التفاهم المبرمى بين الطرفين في العام الماضي للتعاون في سبيل بناء نظام إرشيفي المتكامل لمملكة البحرين بالانطلاق من الخبرة والتميز الذي يحظى به الإرشيف الإماراتي على مستوى العالم بالإضافة إلى استعراض أهمية البرنامج لتحقيق الغايات المشتركة فضلا عن عرض تاريخ نشوء الإرشيف الوطني بالإمارات ومراحل تطوره وذلك بحضور عدد من الوكلاء والوكلاء المساعدين والمدراء المعنيين بمختلف الجهات الحكومية بالمملكة عجلة التنمية والتطور لا تزال تنمو وتتسارع بوجود السياسات الجديدة وقابلية تطبيقها بكل يسر هذا ما شاهدناه اليوم في هذه الدورة التدريبية التي يتطلع المشاركون فيها والمسؤولون إلى أحداث علامات فارقة في مجال الأرشفة يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحري